اهلا بكم تابعين قناتي قناة مصر الان قبيلة برمية ترقص حول النار طوال الليل لسبب غريب تقوز غريبة تقدم عليها نساء قبيلة غونغوبونيو التي تعيش على الحدود الهندية تتمثل في الرقص طوال الليل حول النار كاجراء متبع قبل موسم الحصاد من كل عام حيث تنتمي تلك النساء الى تجمع يضم عشرات القبائل التي تملك كل منها لغتان خاصة وتعيش بعزلة عن كل شيء في جبال بورما على مقربة من الحدود مع الهند في اقصى شمال البلاد ووفق وثالي الاعلام محلية يقوم النساء بارتداء في هذا الطقس بارتداء الاسود ويضعن عقود اللؤلؤ حول اعناقهم وعزبة من اوراق النخيل على رؤوسهم ويدرن حول النار وهنا يمسكن بأياد بعضهم لبعض ويرددن اغنية انها جوهرت قريتنا وهو يجلب لنا السعادة لمباركة الحصاد القادم وتعيش هذه القبيلة بشكل رئيسي باكتفاء ذاتي بحيث تزرع الرز والزرة والخضار في الحقول المنحدرة التي تحرسها استعدادا لزراعتها وتنتقل القبيلة في كل موسم الى مكان جديد تارك وراءها ارضا محروقة تحتاج احيانا الى عشرات السنين لتجدد تربطها ويقول احد زعماء القرية وهو 32 عاما ان هذه الانشودة او الاغنية ليست سوى صلاة نرددها كدعوة لتحقيق حصاد جيد خلال السنة وتابعه نرقص في حلقة لازهار وحدتنا واي شخص لا يمكنه فصلنا ولا نترك بعدنا مهما حصل ومن ضمن هذه القبائل الغريبة تعيش قبيلة وراني في غابات الامازون ويمشي افرادها وهم عراه لا يرتدون اي ملابس في بعض الاحيان وهناك صور التقطها فاتسلاف 56 عاما والذي وصفته صحيفة دسان البريطانية بالمصور الشجاع بينما وصف المصور القبيلة بانها اناس طيبون ووفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم تكمن شهرة تلك القبيلة في انها قامت بزبح خمس مبشرين امريكيين قبل 64 عاما وهو امر تأسفة القبيلة عنه لاحقا وقالت انها اعتقدت ان المبشرين الغرباء من اكلة لحم البشر وازهرت هذه الصور المدهشة حياة القبيلة الامازونية التي يعيش اغلب افرادها حياة بدائية ويعتمدون على تناول الخنازير والحيوانات البرية التي يصطدونها برماح ضخمة كما يصطدون القروض بالبنادق السامة وقال المصور زرت القبيلة مع مرشد سياحي يعرف افراد القبيلة ولذا فقد استقبلت بترحيب حار حاولت ان اكون اقل ازعاجا ممكن لمنحهم مساحة للتصرف بشكل طبيعي ولقد هشت من قوة تقاليدهم ومعرفتهم بالطبيعة وكانوا من اقصر الناس الطيبين والمحببين الذين قبلتهم على الاطلاق تم اكتشاف هذه القبيلة لأول مرة في اواخل الاربعينيات الماضية وفي الاونة الاخيرة تسببت ازالة الغابات في ان ينتقموا من اماكن عدة وما زالت امدادات المياه الخاصة بهم تعاني التلوس الناجم عن عمليات النفط القريبة من منطقتهم حيث تعدت الحكومة على اراضي القبيلة للبحث عن الوقود وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة من العلامة الحمراء اسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك اهم واخر الاخبار المصرية والعالمية